اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لأمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج يعني نحاول قدر الإمكان أن نطرح مختلف المواضيع التي تهم الجميع من جانب استقبال رأيكم اقتراحاتكم ملاحظاتكم يعني فيما يخص الخدمات التي تقدمها الهيئة بشكل عام وبشكل خاص كذلك المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وإذا حد عنده أي شكوى على مركز البرشة بالتحديد فالإجابة على طول بتكون مع الدكتورة ندل ملة صبحك الله بالخير دكتورة إلا عندنا شكوى على البرشة اتصل بي على المكتب فالة طيبة ما يطلع عندي في البرنامج تعالوا عندي المكتب من كهويكم شاي قهوة ماي عصيك روسون نتبونا تعالوا المكتب حياكم الله وكتبي حلو وسيء صبحكم الله بالخير فاليوم الجميل الخميس المنيس آخر يوم في أسبوع إن شاء الله كان أسبوع جميل وما كانوا يطويل على بعضنا وإن شاء الله عيالنا في المدارس كاننا هذا الأسبوع أسبوع جميل وستنوزوا في المدارس وخف الصياح والنقاشات ومفاوضات أول الصباح للبس اليونفورم والتوجه للمدرسة وإن شاء الله أسبوع اليوم يكون بعد أسهل وأسهل ويقبلون على الدراسة بروح عالية صبحكم الله بالخير وهي أرقام التواصل عشان تشاركونا آراءكم شكر حابين تشكرون أي حد في الهيئة موظف عام النظافة سيكوريتي طبي ممرضة أي حد حابين تشكرون تواصلوا معانا على هذه القامة التالية 600-55-1414 والرسالة النصية على 4006 وموجودين لايف الحمد لله اليوم على أكاونت هيئة الصحة في دبي على الإنستجرام DHE underscore دبي ونور دبي على الإنستجرام طيب بما أننا نحن نتكلم عن الأكاونتات في يقول إلي لبقيش برنامج متميز فعلا لأنه يطرح المواضيع الهادفة فلكم مننا كل الشكر والتقدير على هذا البرنامج الرائع نزين وهذه سوالف خاصة تحت الهوى ما أنا أبغي أن نتدخل فيها صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وإزاكم الله خير نزين أشوف قرينك المسيجات صحيح يسعد صباحك أخوي أحمد أحمد الكنج يقول يسعد صباحكم وصباحك أحمد بنو الكنج الكنج هي أحمد الحلقة أحمد دكتورة يعني من بد الأشياء اللي نحن نتحدث عنها دائما عندنا خبر يكون شوي مميز أو غريب أو يمكن ما خذ حقه في وسائل الإعلام فنحن نطرحها بشكل مفصل لكن قبل لناخذ خبرنا اليوم خلينا ناخذ أسمى الجناحي معانا على الهاتف بتعطينا فكرة عامة عن أبرز ما تم تداوله في الإعلام الاجتماعي وخاصة حسابات هيئة الصحة في دبي صباحك الله بالخير أسمى صباحك شواردي أسمى صباحكم الله بالنور والشرور أحبق لكم جاء صباح الخميس الونيس اللي يعز على قلب الجميع صحيح هاليوم اللي ما اختلف ما اختلف على حب حد الكل يحبه ما حد يختلف على حب الخميس حتى قامت تغلط في الكلام كذا ما هي تخب الخميس كذا ما أحب الخميس تخب الخميس تخب الخميس تخب الخميس تخب الخميس بس كان حب شوية نعطي ملخص على الأشياء اللي صارت أمس كل التفاصيل اللي كان لها علاقة بإطلاق نظام ثالم وبيحصلنا على غنوات تواصل اجتماعي الخاصة بهيئة الصحة غير هذا إنه نحن راح نزيد بعض الصور والمعلومات عن كيفية استخدام النظام مراحل استخدام حتى ليه ما يوصل للاتحق يعني الاستخدام الذاتي 100% راح نحط لهم كل هالمعلومات إن شاء الله يتابعونا في الويكن بيكامعونا اليوم وراح نحطوهم إن شاء الله لنا كل يوم وراح نحطيهم معلومة عن نظام ثالم ممتاز ممتاز وغير هذا نحن دامنا الخميس سنطول عليكم نعطيكم رسالتنا الصباحية عدد الساعات ثابتة لدينا جميعا ولكن تنظيمك لهذا الوقت هو سبب نجاحك وتميزك نظم وقتك وتتعدل حياتك شكرا لك يا اسمة ويعطيتي العافية الله يعافيكم يا رب واسمنا لكم خميس سعيد واسمعي خبر اليوم حولي تسمعينا لأن ممكن يهمت بشكل أو بآخر لأن العنوان شي يقول عن نساءه قصده يعني تقول أن زيادة محيط خسر الخسر عند المرأة يترافق مع زيادة خطر السرطان والعياذ بالله أنزي الخبر يقول توصل الدراسة حديثة إلى أن زيادة كمية الدهون في منطقة البطن يزيد من خطر السرطان عند النساء وقام الباحثون بتتبع حوالي خمس تالاف و تسعمية امرأة تجاوزن سن اليأس شو سن اليأس دكتورة؟ اللي هو السن يقطع في الطمث عند النساء يختلف من عمر الخمسين إلى تسعة وخمسين طيب هذا البحث يعني تابعهم لمدة اثنى عشر سنة زيادة مستوى دهون البطن ترافقت مع زيادة خطر السرطانات المعدية المعاوية وأن أهمية هذا العامل تفوق أهمية زيادة الوزن الإجمالية وبحسب المعدة الرئيسية للدراسة لاين ميرسيك طالبة الدكتورة بجامعة نورديك للعلوم الحيوية بالدنمارك فإن نتائج الدراسة تؤكد على أهمية اتخاذ تدابير لضبط الوزن عند النساء الأكبر سنا والمؤهلات لزيادة الوزن وتراكم الشحوم في منطقة البطن تقول ميرسيك يؤدي توقف الطمث إلى حدوث تغيرات عديدة في جسم الأنت فيزداد استعدادها لتخزين الشحوم في منطقة البطن مما يوجب على النساء المتقدمات في السن إلى أهمية أكبر لتجنب زيادة أوزانهن وتؤكد نتائج هذه الدراسة على أن البدانة والمقاومة تجاه الأنسولين تمارسان دورا في الإصابة بعدة أنواع من السرطان جرى نتائج هذه الدراسة طبعا في عشرة من شهر سبتمبر الحالي هذا في أثناء انعقاد اجتماع الجمعية الأوروبية لعلوم الأورام بالعاصمة الإسبانية مدريد زرت مدريد محمود؟ ما بزورها أصلا ليش ماسكي؟ بصير برشل وانا ليش تصير مدريد؟ آه ممتاز أحين تشوف الدراسة تقول أن محيط الخصر في ناس محمود تتخربط بين محيط الخصر والبطن أو الكرش محيط الخصر وين هو؟ فوق الحوض يعني انت تشوف الحوض وين منطقة الحوض فوقه هذا محيط الخصر لو تلاحظ لما تروح أي عيادة يقيسون محيط الخصر خاصة عند الرجال عند النساء قبل قطاع الطمث ما يعتبر عندنا عامل مهم ولكن بعد القطاع عند الرجال دائما نقيس لكم محيط الخصر ليش؟ لأن بالعادة البطن أو الكرش عند الرجل يتدي من هالمنطقة فعند الرجل فأي سن مهما كان عمره زيادة هذا المحيط يكون مرتبط بالإصابة بمرض السكري ولكن عند النساء بعد قطاع الطمث يكون عرضة للإصابة بأنواع معينة من السلطانات طبعا الناس تقول ما معنى عند النساء عند قطاع الطمث سبحان رب العالمين لأننا عندنا مهام مهمة نقوم فيها في الحياة من حمل وتربية واهتمام بالزوج وتحمل للزوج فرب العالمين أعطانا هرمونات تحميلها من وائد أشياء من الإصابة ببعض السلطانات من الإصابة بشاشة العظام بعد ما نوصل لمرحلة سن انقطاع الطمث عبارة سن اليأس انقطاع الطمث تختفيها الهرمونات فيستوي عندنا معدل الإصابة ببعض الأمراض مساوية للرجل لأن الرجل ما عنه هرمونات من البداية بالإضافة أنه يسوي عندنا خطر الإصابة بصرطان الأمعاء بسبب إذا كان عندنا زيادة في محيط الخسر عند النساء شكرا جزيلا دكتورة عفوا نحن دكتورة في هذا الإطار دائما ندعو إلى أهمية ممارسة الرياضة لأن أكبار السن مبطيعين حتى يمشون يعني يسلمون أمورهم أنه مارو ما أمشي خلص خلوني مارو ما أمشي في هذه الحالة كيف ممكن تعامل معهم دكتورة محمود هالحالة تعاف شو المشكلة تكون فيها الناس اللي ما تدركها أن الكبير السن مو بعل أطول وصلوا عمرتنا ستين وسبعين سنة قاعدوا وقال مارو ما أتحرك تبتتي من البداية يحس آلام في الركب تويع هو ما يكون ألم بقدر ما يكون بعض الانزعاج للمفاصل عنده شوية تيبس فنحن لازم نشجعهم من البداية نحن دائما نقول لا تعودونا على اليلسة لأن اليلسة ممكن تؤدي أن يستوي عنده بعد فترة ما يقدر يتحرك أبدا قروح في الفراش لازم تشلونا تودونا تيبونا فنحط بالنا مثل ما نحط بالنا محمود على العيادة الصغار نفس الشيء الكبير في السن نحط بالنا على اليوم يقول مارو ما تحرك ونلاقيه قاعد وايد لازم نحن نودي انشله ونخلي يمشي شوي شوي عشان ما تتيبس على المفاصل في الجم في واحدة عمرها يمكن أعتقد واصلة السبعين ما شاء الله ما شاء الله عليها زين أجنبية لكن يا دكتورة أني أنا يعني أدخل على الجهاز بعد ربع ساعة خلص هي تكون بادية قبلي أنا خلصت يعني الإحماء مالي ودخلت على التمرين أتمرن وهذا وأرجع وبعدها موجودة ساعة كاملة تكمل على الجهاز ما شاء الله عليها يعني أحسن منك صراحة أحسن مني أنا أعتبرها قدوة حقي أنا أنا أعتبرها للناس أنا أعتبرهم قدوة صراحتا إن أنا إن أتمرت سريطها الكثير ما شاء الله الله يعطيها الصحة والعافية للأسف برنامج بالعربي ما تفهمنا تشاريم كنت سمع لنا نزي يقول أحلى صباح أبو خالد وعندنا كيف تتفادى ألام العظام وهالشي في شبابنا دكتورة ممكن تخبرونا ما أخبركم إن شاء الله بعد الفاصل فاصل مستمعين وراجعين صحة وسعادة سأل الله صباحكم مرة أخرى مستمعين وكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي يتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي تفضل دكتورة كان فيه سؤال يتكلم عن هذا محمد كيف أنها تفادى تحت هكذا تفادى ألم العظام وهالشي في شبابنا يعني إحنا الشباب عندهم ألام مستمرة في العظام طبعا أخوي أحمد أظن ما تذكر من أن أسأل السؤال ألام العظام هو كان مثل ما نقول إحنا مصطلح واسع يعني إحنا دائما نقول في عندنا ألام في العظام بس عندنا طبيب العالم نسألك ما يكون ألم في العظام يكون ألم في العضلات بسبب قلة الاستخدام رقم واحد رقم اثنين بسبب قلة الفيتامين دال والكالسيوم يا جماعة نحن وشعب لا نستهلك منتجات الألبان بشكل كافي إحنا ما عنا منتجات الألبان في غذائنا اليوم لا تلاحظون شو معنى منتجات الألبان أنا ما أقصد فيه الحليب ترح أن نمتص الكالسيوم والفيتامين دال من الحليب بكمية الكالسيوم من الحليب بكمية أقل لازم ناخذ الألبان المطبوخة الجبنة اللبنة بأنواعها من هذا نستطيع أن نمتص الكالسيوم بصورة أفضل فإحنا قلة الحركة عادة ما نتعرض أشعة الشمس وما نتناول منتجات الألبان المطبوخة بشكل كافي يعطينا آلام في العضلات وفي المفاصل وفي العظام بالتالي يكون عندنا شو آلام ونشيب بسرعة العمره أربعين تحس واحد شايب شنع عمره أمئة سنة ولا نمارس رياضة ولا نتمشى داعدين على هذا المكتب هذا كلام حق منه تقولين أنت حق الأسئلة السؤال حق الأسئلة السؤال زي آخذ حبوب كورتزون من اللي واحد هل يأثر على العظام؟ طبعا تأثير الكورتزون على العظام أو على الكلا أو على الكبد أو على أي شي يعتمن أو شي كم المدة اللي تأخذها رقم واحد رقم مثلا هل عندك مشاكل أخرى هل عندك أصلا مشاكل في الكلة مفروض أنه ما يأثر بس طبعا أنا ما أقدر أحكم من بجملة واحدة عبد الرحمن الحصاي كالعادة يصبح عليكم يتمنى لكم يوم سعيد شكرا إذن دكتورة نحن نتحدث الحين عن موضوع شوية يعني مو بشوية وايد مهم يصادف يوم غد الجمعة الخامس عشر من سبتمبر اليوم العالمي لسرطان الغدد النفاوية وهذا اللي يعد من الأمراض التي تصيب مختلف الفئات العمرية في المجتمع نحن نتكلم عن هذا المرض أسبابه وأعراضه والخدمات المتعددة اللي يقدمها قسم أمراض الدم في مستشفى دبي مع دكتورة آمن المهيري خصائية أمراض الدم في مستشفى دبي صبحت الله والخير دكتورة صبحت نور تسلور مرحبا يعني أول شيء خلينا نتكلم عن هذا اليوم العالمي بعدين من ندخل في الخدمات اللي تقدمونها بعدين من نتكلم عن هذا المرض من شكل تفضل اليوم العالمي لمرض اللمفومة هذا يوم تعريفي عشان يعرفون الناس بهالمرض ويوجهونهم كيف أن إذا حسوا بأعراض غير طبيعية كيف أنهم لازم يروحوا نشوفهم طبيبهم في أسرع وقت ممكن كل يوم 15 سبتمبر كل سنة يقوم الناس مثل حملات تعريفية كثيرت وطبعا يمكن برع لنا نسبة للناس المصابة بهالمرض يمكن أكبر فتشوفهم أكتب في مجال التعريف عن هذا المرض ممتاز إذا تعرفينا دكتور عمنا عن هذا المرض باختصار شو هالمرض شو أنواعه منه يصيب أكثر شيء؟ اللنفومة هو مرض سرطاني هذا المرض السرطاني يطلع في الغدد اللنفاوية أو يأثر على الجهاز اللنفاوي الجهاز اللنفاوي عبارة عن أوعية لنفاوية وغدد لنفاوية هذه الغدد اللنفاوية تتكون فيها خلايا الدم وخلايا مناعة صحي بس يصير تكاثر غير طبيعي في الخلايا الموجودة داخل الغدد اللنفاوية يصير عندنا اللنفومة أو هو سرطان الغدد اللنفاوية طبعا هو أنواع كثيرة يعني لو بيساعد الددت يمكنهم فوق الميت نوع بس ينقسمون بصورة عامة إلى قسمين شي يسمون الهوتشكنز يعني لنا الشخص اللي اكتشفه اسمه هوتشكنز هوتشكنز لينفومة والنون هوتشكنز لينفومة الهوتشكنز لينفومة تصير يمكن هذا شيء مطعم دكتور نس مطعم هذا شيء لا والله هذا واحد اسم مريد شو اسمه سري هو يعني هذا الشخص اللي اكتشف المراج شو صار أو سري الهوتشكنز لينفومة هي 10% من الناس المصابين باللينفومة عندهم الهوتشكنز لينفومة بس هذا يعتبر أحسن نوع لأن نسبة العلاج أو الشفاء التام من هذا المرض موجودة طبعا بالعلاج الكيماوي والمتابعة المستمرة الهوتشكنز لينفومة هي 90% من اللينفومة تحتها أنواع كثيرة في منها مزمن اللي ما يحتاج علاج وفي منها اللي يحتاج علاج بطريقة سريعة طبعا أهمها هي الفوليكولولينفومة كثير من الناس يعانون منها الفوليكولولينفومة عبارة عن تضخم الخلايا اللنفوية أو الغدد اللنفوية في الجسم كله إذن المريض لا يوجد أعراض في أغلب الأحيان لا يتعالج يتم يتابع في العيادة كل ثلاثة شهور ويأخذ علاج نحن فتحنا موضوع قبل نفتح موضوع جيدكتورا ويأتنا واحدة السلاس كلمت دكتورا فواحد يقول سلام عليكم رحمة الله وبركاته أنا واحدة أتحرك أثناء الركات يلا هذا يعني ما فهمت كيف تتحرك ويت ممكن يرفس وايد بريولة ممكن هذا تعريبي لتحرك الله الرقات محمود ترى هاي النقطة مهمة الناس اللي في الليل يحسون احنا بالعامين نقول نرفس يعني أو تحرك ريولة وايد أو يستي مثل يسمونه تويتشينج يعني طبع تحس كأن حركات لا إرادية في ريلهم تنشفس وتتمدد ممكن يكون عندكم نقص حاد في الكالسيوم عشان شي يستوي عندكم هالحركة لا إرادية في ريل خلال الليل حتى التنميل أحسن أحيانا تلاحظون تناهم تحس كأن في حد يدغضغ ريلك أو تحس في تنميل ريلك كامل ها حتمانك أنك نقص في 2B12 فهذا مثل ما قولي مصطلح كبير يعني يحتاج تفاصيل أكثر أنا بأسأل دكتورة آم نادر ما متخصصتش بس يمكن تجاوبينها تقول السلام عليكم دكتورة السموحة بطلع عن الموضوع شوي بس عندي سؤال أنا آكل أكل ما أمتن فشو الحل؟ يعطيش ألف عافية لا تقولين حك حد هي المتوبالك ريت عندها أو نسبة الحرق عندها عالية جدا وهذا فيه تقريبا قالوا 10% يظني من البوبيليشن يعانون من هالشيء ومو بيعانون بالعكس يعني هم مستخبوضين هالشيء فممكن يأكلون حتى لو زميحة محبوضين وما يتغير وزنهم في حد كان يتكلم يقول أنا يعني ما أبقى آلام لما أكبر وشيب دكتورة الحليب المعلب في دكتورة لا شايل كارك لا شايل كارك بالذات يمتص الكاركسي من عندكم لا كان ولد أختي الله يرحمها في نوع من السرطان من هالسرطان أعراض أن فيه سخونة ويعرق وهذه الدكتورة ممكن السخونة والتعرق هاي من علامات السرطانات العامة بس مثلا اللمفومة واحدة من أبرز الأعراض اللي ممكن للواحد يكون عنده إذا كان عنده لنفومة تحتاج علاجه هاي الأعراض التعرق الليلي خصوصا ينشمر الرقاد يكون السرير كله ماي نزول الوزن فقدان الشهية وطبعا إنه ممكن يحس قدر لنفاوية مضخمة في الجسر صحيح طيب أتفضل شكرا قاطعتك مساعة فكنت تابعين تضيفين شيء دكتوران ممكن تضيفين شيء قامنا ترحل السؤال لبعده خصوص المراض أنا كنت أسأل مثلا أنت ظنفتيهم ممكن نقول عندنا السرطان لنفاوي ازين ولا مبزي مثلا يعني العشرة بالمئة هو قابل العلاج والتسعيم المئة هو ممكن يكون أصعب علاجة من غيرها صحيح هل هناك هل السرطانات اللنفاوية هل في لها ارتباط مع أعمار معين مثلا بعد عمر معين مثلا مستحيل تصاب هذا تصاب النوع معين من السرطانات ولا ممكن يصاب أي حد في أي عمر ممكن يصاب أي حد في أي عمر بس في قنون مثلا ما تقدر مستحيل ما يفيد في سن معين مثلا بس مثلا الهوتشكنز يصير في الناس اللي أعمارهم بين العشرين إلى الخمسة وعشرين ويمكن ما يصير في الناس اللي أعمارهم في النص وبعدين فوق الخمسة وخمسين سنة والنهج كنز أغلبية تصير حق كبار السن اللي هو فوق الستين سنة بس بعد هذا ما يمنع أن ناس في سن أصغر ممكن يصابون بهذا السرطان صحي على السرطان اللنفاوية مثلا ما نعرف دائما السرطان يكون علاجة يوك إشعاع كيماوي جلسات إشعاع مكثفة في نسبة عالية للرجوع ولا بالعادة لا يكون فيه استجابة وما يرجع مرضى المرضى للإنسان أول شيء قبل ما نعطى العلاج يجب أن نتأكد من التشخيص والطريقة الوحيدة التي نتأكد منها بالتشخيص هو أخذ عينة من الغدد اللنفاوية هذه بأن بالأعراض بالتحاليل الدم ما يبين لو أن المريض عنده سرطان الغدد اللنفاوية ولا لا فضروري جدا أخذ عينة حسنا من الناس يخاف لما تقول أخذ عينة يقول يمكن يمكن سرطان ترشير أكثر ليس في اللنفومة لأن اللنفومة يكون الشخص عنده غدد لنفاوية أكثر من غدد تكون في الجسم من تفقه ممكن تكون في الرقبة في الباب في أعلى الرجل ممكن حتى يكون عنده داخل الصدر في المعدة فاللمفومة إذا صلت الغدد بكاملها ما يكون في مشكلة لازم تشل كلها ونفحصها تحت المجهر طيب هنا تحدثنا عن أبرز الأسباب التي ممكن تؤدي إلى هذا سرطان يعني الله يشاف ويعاف المصاف وإن شاء الله يبعد عن أي حد يسمعنا أو ما يسمعنا كذلك أو يعز عليه هنا الدكتورة إذا ما أتكلم عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الغدد اللنفاوية هذه مسألة جداً مهمة وهل إذا أنا اكتشفتها بشكل مبكر ممكن أن يساهم في زيادة فرص الشفاء لهذا المرض أنا بسمع الإجابة إن شاء الله بعد الفاصل دكتورة يعني متواصلين معاكم على الأرقام على 600 55 1 4 1 4 والرسائل النصية على 4006 ولايف على أكاونت نور دبي وأكاونت هاية الصحة في دبي فاصل ورجعنا لكم وحياكم مرة أخرى في برنامجكم برنامج صحة وسعادة قبل الفاصل كانت معانا دكتورة أمري المهيري خصائية أمراض الدم بمستشفى دبي كانت تكلم عن أمراض الدم وسرطان الغدد اللمفاوية وسألناها كم من سؤال عن الإلاجات الخاصة بأمراض سرطان وغدد اللمفاوية نذكر بأرقام التواصل دكتورة نذكركم عشان تواصلهم معانا على 600 55 1 1 1 1 1 1 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايب على أكاونت نور دبي وأكاونت هيئة الصحة في دبي على الإنستجرام طيب أنا أبغي أقرأ هذه الرسالة يقول عبر من بركم أبغي أشكر الدكتورة آمنة بالخصوص والدكتورة هدير والدكتور محمود مرعشي وجميع الطاقم الطبي في قسم أورام الدم أنا ريلي كان عنده سرطان في الدم والحمد لله تعالجوا إياهم فريق رائع شكرا لجهودكم شكرا لك على هذه الرسالة دكتورة هل صحيح أن دواء الدم النقوي المزمن هل مفعول فقط سبع سنين لا المزمن النقوي مفعول لمدى الحياة بس في دراسات هذه طلعت الحين يحاولون يوقفون الدواء وقوموا بخمس سنين ويشوفون هل المرض بيرجعوا للا حاليا في دراسات يعني يعني فيها معلومات ممكن أن الشخص أقوى بخمس سنين وكانت تحاليل مثلا الخمس سنين اللي طافت كلها زينة والمرأة ارتشافة تماما في احتمال يوقف العلاج طيب المفعول يعني المفعول موجود يتم المفعول ما يتغير طيب أخذ حبوب الكرتوزون ملي واحد هل يؤثر على الأظام وراح أخذ مدى الحياة بسبب التهاب الشريان الأبهر ولا يوجد أي مشاكل في الكلة على السؤال اللي سألني إن شاء الله ما يكون في تأثير على الكلة أخي بس أنت لازم تسوي تشكة مستمرة من ثلاثة إلى ستة شهور تسوي تحاليل على الكلة عشان تشوف أنه ما تأثر على عمل الكلة وفعلا عندهم التهاب الشريان الأبهر يضطرون يأخذونه طول العمر عشان التهاب الشريان الأبهر ممكن يأثر على الحياة فألف سلام عليكم وما تشوف شاء طيب دكتور نحن كنا توقفنا قبل الفاصل عند الحديث عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الغدى اللينفاوية ودور ذلك في فرص أو زيادة فرص الشفاء للمرضى خلنا نتكلم عن هذه النقطة النقطة مهمة جدا لأن المرض في مراحل يعني المرحل الأولى الثانية الثالثة والرابعة إذا المرض تم اكتشافه في مراحل الأولى اللي هي المرحل الأولى والثانية نسبة الاستجابة التامة من العلاجة تكون أكبر خصوصا في اللينفوما اللي هي الهوتشكنز لينفوما حتى من هوتشكنز لينفوما بعد في بداياتها كل ما اكتشفنا المرض في بداياتها كل ما صار علاجة أسهل وكل ما صار نسبة رجوع المرض أقل من قبل بس لازم المريض اللي يشخص بهذا المرض تكون عنده مراجعة دورية في القسم لأن كل مريض يختلف عن الثاني كل حالة تختلف عن الثانية ولازم نتابعهم متابعات دورية ونتأكد أن هذا المرض ما يرجع ونسوي لهم تحليل وأشعاعات دبرية ممتاز قسم أمراض الدم في مستشفى تبي شو الخدمات اللي يقدمها طبعا غير علاج أمراض الغلد المفاوية شو الخدمات بشكل عام اللي تقدمونها في القسم قسم أمراض الدم مكون من عيادات خارجية نشوف فيها كل حالات الدم سواء السرطانية أو غير السرطانية وعندنا قسم العلاج الوريدي اللي مفتوح كل يوم من الساعة سبعة الصبح إلى سبعة المغرب نشوف فيه الحالات اللي تحتاج نقل وريدي أو يحتاجون علاج كيماوي وما يحتاجون دخول إلى مستشفى مثل حالات اللي يحتاجون نقل دم أو يحتاجون كيماوي يوم واحد ويحتاجون أشياء مثلا عينات نخاع اللي نسويها في القسم وعندنا القسم الداخلي اللي عنا المرضى النايمين فيه طبعا عنا تقريبا 16 سرير نعالج فيه مرضى سرطان سرطان الدم وسرطانة الغدد الانفاوية وعندنا بعد الأمراض الأمراض الدم الأخرى الغير سرطانية مثل سيكل سل ديزيز وأمراض أخرى مثل الأمراض المناعية اللي هلخص بالدم السلام عليكم عندي سؤال أنا عندي الغدد درقية خمول آخذ الثاركسين ثاركسين 200 ملي ما الفرق الغدد الانفاوية والغدد الدرقية الغدد الدرقية هي غدد تطلع هرمون فيروكسين هي موجودة في نص الرقبة ووظيفتها وشغلها ويختلف تماما عن الغدد اللنفاوية الغدد اللنفاوية هي جزء من النظام اللنفاوي أو الجهاز اللنفاوي اللي في الجسم الجهاز اللنفاوي يقوم بتصفية الدم من السموم والجسام الغريبة والبكتيريا اللي موجودة في الدم أو في الأعضاء تمشي من الأعضاء هذه في الجهاز اللنفاوي وتروح الغدد اللمفاوية والجسم يتخلص منها طيب كيف الواحد يقدر يشخص نفسه تشخيص ذاتي يعني كل واحد ما بيروح على كل صغيرة وكبيرة كيف التشخيص التشخيص أولا ممكن التهاب في الغدد اللمفاوية يعني سرطان لأنه فيه تقريبا فوق يعني كيف أقول لك فوق يمكن ميتين نوع أو سبب لالتهاب الغدد اللمفاوية إذا كان التهاب مع التهاب آخر مثلا مع الزيت شام واحد حسب غدد اللمفاوية في رقبتها هذا شي طبيعي لأنه ممكن التهاب البكتيري ينتقل أو العيروسي ينتقل من الأنف يروح للغدد اللمفاوية إذا كان الغدد هذه مؤلمة وصغيرة وحجمها يعني يكبر إلى فترة معينة وبعدين يصغر ما في داع الواحد يخاف حتى في ناس الضعاف حتى يكون عندهم غدد اللمفاوية محسوسة حجمها أقل من 2 مليمتر وتكون غير مؤلمة بعد بس هذا ما يعني أنه عندهم مرض سرطاني هذا شي طبيعي خصونا إذا كانت موجودة الغدد هاي فترة طويلة ممتاز إذا كان شخص عنده غدد المفاوية غير مؤلمة أو غدد أو مكان نفخة في رقبته مو مؤلمة ويابسة من يوم يدقها بدي وايد يابسة وتكبر في الحجم في حين لازم يروح يشوف دكتور السلام عليكم أنا في فترة دائم كنت أعرك في الليل حتى لو المكيف شغى وسوي تحليل دم وقالوا لي ما في شي شو تنصحني الدكتورة؟ تزيد على المكيف لا تلحل تحمد أي تعرق ليلي معناتك في مرض سرطاني؟ هنا مثل أمراض التدرن بعد ممكن الواحد يكون عنده تعرق ليلي أمراض بيوسية في معاك حال في فقدام وزن في وايد تاريخ مرضي طويلة ممكن ناخذها محمود بس بسأل دكتورة آمنة في مرضيون عيادة ناس اللي طلبوا منهم يسوون خزعات من الغدد المفاوية لسبب أو لآخر في عندهم فكرة إنه لو خذوا خزعة من الغدد المفاوية المرض ينتشر على أساس إنه مدوني في النت وقالوا إن الغدد المفاوية مرتبطة ببعض فلازم ما يخلوا لحد يأخذها عنهم خزعة للمرض سينتشر من الإبرة للمرض الخزعة تأخذها طبعا خرافة بس لما رأيت في معجتي الخبيرة دكتورة آمنة الغدد المفاوية بعد هالأيام حين ما يأخذوا منها عيني شلو نهكلها؟ الغدد المفاوية بكبر حتطلع عشان نقدر نشخص فيها حتى لو كان التهاب بكثير يتم من غير غده المريض مسكين لدينا ملايين الغدد محمولة بالضف ستمية ووظني 95 غدد المفاوية موجودة في الجسم فإذا شلق وحدة لمكانها أو اللي حواليها تقوم بوظيفتها فأبدا ما في مشكلة من أنهم يشلون الغدد المفاوية السلام عليكم ما هي الفحوصات التي تكشف الإصابة بأورام اللمفاوي سويت مرة من ظهر ونتيجة الفحص كانت تضخم اللمفاوية لكن الطبيب ما أشار لوجود أي مشكلة وكانت العراضة الأعلى في المعدة وفقدان الشهية ونزول الوزن ونزول مستمر في مستوى اللهم وقلوبين يمكن الطبيب أخذ عينة من المكان هذا اللي كان في الغدد المفاوية وما بيّن في مرض سرطاني شو هي الفحوصات كان يسأل عنها؟ الفحوصات بصورة عامة الفحوصات العامة اللي هي تحالي للدم نشوف مثل ما نقول إذا كان عنده ضعف الدم هل نسبة الصفاءة هل في مؤشرات لالتهاب تكون موجودة مؤشرات لالتهاب إذا كانت ماء موجودة ممكن تشير إلا ممكن يكون هذا مرض سرطاني وطبعا أهم شيء الأشعات إنه عشان نحن نكشف إذا كان في مرضة في الغدد المفاوية لازم نسوي أشعات نبدأ بأشعات مقطعية ويمكن إذا بالخزعة تأكدنا أن هذا السرطان لازم نسوي شيء اسم البتسكان وبعد ما ناخذ عينة هو أهم شيء أخذ العينة العينة هو شيء الوحيد اللي يخبرني هل فيه سرطان ولا لا يقول أنا عندي CML وتناول الدواء من ست سنين والحمد لله نسبة الخلايا السرطانية الصفر صحيح الحمد لله الحمد لله من ذلك أين سؤال؟ يعني حابي شارك المعلومة الجميلة مع التورة عاملة هذا CML هو من نوع مع السرطانات اللي هو السرطان الدم النقوي المزمن هو يعتبر من أحسن أنواع سرطانات الدم لأنه مزمن رقم واحد ورقم اثنين يستجيب للعلاج يعني من أحسن إذا واحد عنده كيميا أحسن يكون عنده CML لا يكون عنده شيء ثاني بالعادة لا يحتاج بالعادة علاج مكثف يعني المحمود يعني قصده يتم معك طول العمر ويعني ما في من أدوية يكون مسيطرة عليه ويختفي تماما من الجسم صحيح دكتورة ندا يعني هل تنصحون بالكشف عن هذه الأمراض سنويا؟ يعني الواحد يسوي كل سنة كشف على هذه الأمراض ولا؟ لا محمود ليش؟ مثل ما احنا قلنا فيه في العيادات الحين يسمونه الكشف الوطني المسح الوطني اللي هو ناشون البريوديك يسمونه يتسوى مرة كل سنتين نفحصلك فيهم حسب العمر اللي عندك نسوي لك مجموعة من الفحوصات بعدين بالإضافة للفحوصات فيه تاريخ مرضي حين نأخذها ليش دايما لما نسأل الناس نقولهم دايما هاتوا معلومات صحيحة فيه ناس تقولهم هل عندكم تاريخ سرطان في العائلة يقولك ما أعرف ما يعرف إذا عمتها خالتها خالة يدها يعني يأثر وايد مثلا لو حرمة تطلب من عندنا مثلا شعة الثدي شعة الثدي الماموغرام وعمرها ثلاثين سنة بالعادة ما نسوي لها لأن عمرها صغير مفوض فوق الأربعين بس لو قاد إني تاريخ مرضي عمتي كان عندها لا يعني يختلف تماما ينقلل العمر من الأربعين إلى ثلاثين ونسوانها ونفس الشيء بالنسبة لسرطان الثاني محمود أنا عمري عشرين سنة حين شو تنصحين من هو هذا العمر عشرين ما نعرف ليش تضحكين دكتورا شكلي مايبين عشرين طيب يقول هل الحبل الدم السري مفيد لسرطان الدم طبعا هذا كله قيد الدراسة حاليا مجموعة من الدول تقوم بحفظ الخلايا ونحن من ضمنها موجود عندنا بنو حبل الدم السري ودراسات برمسينغ الصراحة يتكلمون أنه كيف ممكن يزرعون حتى خلايا نخاع من الحبل السري بس طبعا لنحن ما طلعت الغايد لانزا وطلع بس في أمراض معينة قاموا يستفيدون من السكري محمود من الحبل الدم السري ممكن يفيد في إنتاج خلايا جديدة بس بعدها قيد الدراسة قيد الدراسة نزيل في سؤال يقول شو هي العمليات التي تجرى للغدد أو سؤال شي بس ما حدد شو هي حسب إذا كانت غدد لنفاوية أو غدد اللي تفرز الهرمونات الغدد لنفاوية ما لها عمليات طبعا إلا إذا إذا نأخذ منها عينة لأن حتى سرطان الغدد لنفاوية ما نعالج بالاستقصال يعالج فقط بالكيماوي والغدد الأخرى طبعا حسب التخصص دكتورة ندى يسألون كم عمرت أنا أترك سبع وخمسين الله يشفي الجميع من كل الأمراض يا رب العالمين قلتك الجواب لمحمود بجميع أنواعها ويفك البشرية منها راحت ناس عزيزة على القلب بسببه آمين يا رب هل احتمال أن السرطان يكون بشكل وراثي؟ بمرض اللنفومة نعم ممكن لأن في دراسات بيّنت أنه لو كان حد قريب مثل الأب أو الأخ أو العم مصاب بمرض السرطان ممكن بنسبة حدوث السرطان تكون أعلى من المعدل الطبيعي وفي سرطانات أخرى بعد الوراثة يلعب فيها دور كبير طيب دكتورة أمراض الدم عموما يعني شو هي أبرز الأمراض اللي ممكن الواحد يعني يصاب بها يصاب بها واحد وممكن أن الواحد يسوي له لايف ستايل معين أن يبتعد عن مثل هذه الأمراض نحن أهم مرض يعني نشوفها أو الأنيميا أو فقر الدم صرعا بس هناك أمراض كثيرة يعني نحن نقسم قسمنا لعلاج أمراض السرطانية وغير السرطانية اللي هي منها الأمراض المناعية بعد اللايف ستايل بصورة عامة أي هلثي لايف ستايل طبعا يأثر على الجسر بصورة كاملة خصوصا لأمراض الدم لأن الدم تعفوني يكون أخص في كل عضو في الجسم والفيتامينات اللي لازم تكون عدد الفيتامينات في الجسم بعد الطبيعي الحديث في الجسم عدد طبيعي والأمور الثانية اللي هي في الهلثي دايت تأثر على الدم طبعا بصورة عامة أنت ما علت من هي تتحرك تسوي وائد أشياء لا ما علت منها دكتورة تعود على هذا الموضوع لكن السؤال يقول الله يشوي الجنة من كل الأمراض يا رب هل مريض يقدر يتزوج بدون ما يوقف العلاج يقدر يتزوج وينجب أطفال أشكر أختي الدكتورة شكر جزيل وأشكر أفراد البرنامج أخدكم منبطي شكرا لك على هذه الرسالة الإيجابية يوم بطي طيب دكتورة نرجع للخدمات اللي أنتو تقدمونها خبريني عن الخدمات الثانية لما ذكرتيها القسم اللي هو قلنا القسم المرضى الراقدين عنها نعالج مثل مرضة الأمراض السرطانية اللي هي سرطانة الدم الحاد الأكيب لوكيميا بأنواعها ونعالج بعد في أنواع من الليمفوما تحتاج دخول المرض إلى المستشوى يأخذ علاج يسمونه الديفيوزاج بيسا ليمفوما ونعالج بعد مرضى سيكل سل ديزيز ونعالج مرضى اللي هم إميون ترمبوسايتوبينيا والقسم دائما يعني عندنا حالات متنوعة ما يكون عندنا يعني نوع واحد من الحالات والقسم إن شاء الله قيد إن شاء الله التكبير وبنشي يكون عندنا زراعة نخاع إن شاء الله في السنين القادمة إن شاء الله أنا بغيتكلم عن هذا الموضوع شي يعني أقدر أزرع نخاع لعلاج سرطانات الدم بالخصوص عشان يمنع المرض ما يرجع مرة ثانية كيف أقدر أزرعها؟ وين أيب المتبرع ولا؟ وين أيب النخاع هذا؟ وكيف بتتم العملية؟ هل هي عملية آمنة دكتورة ولا لا؟ ومنهم يقدر يستفيد من هذه العملية؟ وايد أسئلة سألت بس أدريبت بالجاوبين عليهم مرة واحدة أولاً كيف النخاع نيفا؟ النخاع يكون من متبرع المتبرع لازم يكون يفضل أنه يكون أخ أو أخت المريض أو المصاب لأنه يتكون ما رح يأثر عليه؟ يعني واحد بالمئة ممكن يسبب للمشاكل بس واحد بالمئة يعني على الأغلب ما يأثر عليه لأنه بس بيأخذون منه دم صحيح بيأخذون منه نخاع بيأخذون منه فقط دم نخاع واحدة من الدم هاي ستخزن في البداية ويتم علاجها وبعدين يتم نقلها إلى المريض طبعاً هو مو بشي سهل وخطر البروستس نفسه يعني عشان المريض لازم أنت تعطيك يماوي تشل النخاع اللي أورادي موجود عنده تمسحها تماماً وتخلي بعيد عن معزول عن الناس اللي حواليه وهذه غرفة مجهزة أصلاً موجودة في مستشد بي هذه الخدمات كلها موجودة بس طبعاً نحن ما بدينا المشروع هو المشروع حين قيد البداية إن شاء الله لما نكبر القسم ونقدر نحن نسوي هذا الشيء إن شاء الله المهم فيأخذون الدم من المتبرع ويعطون المريض وبعدين يتم فترة لما هذا الدم أو الخلايا الجذعية من النخاع اللي تطالع من المتبرع تروح في المريض وتروح في النخاع وتتكاثر وسوي له نخاع يديد طبعاً هذا يستخدم في حالات سرطانات الدم أو بعد في الغدد اللينفاوية الغدد اللينفاوية المريض من نفسه يأخذون دم يأخذون النخاع ويزرعونه من نفسه مرة ثانية يسمونه يعني عقب عمر الطويل إن شاء الله متما الله كاتب وكذا بس أبغى يتبرع بأعضائي هل ممكن يستفيدون من النخاع مثلاً إذا أنا حبيت تتبرع بهذا الموضوع؟ النخاع بعد الموت أعتقد لم يستوي له الأعضاء تستوي بس النخاع لازم يكون الشخص شو هي الأعضاء اللي ممكن يستفيدون منه؟ الكبد، الكلى، القلبس يعني فترة كل عضو في الجسم من العين كل شيء أي عضو موجود في الجسم ممكن يستفاد منه ممتاز هناك سؤال يقول لحين أخلص من هذا الـ CLM هناك سؤال كان يقول لين راح لحظة يقول الـ APL يقدر ينجب أطفال شو هو الـ APL؟ APL بعدها هذا نوع من السرطانات الدم الحادة بس يعتبر بعد مردد أقول الكلمة من أحسن نوع سرطان دم حاد نوع طيب يعني نوع طيب يستجيب للعلاج وممكن يعني شفاء التام منه طبعاً هو يأخذ كورس من الكيماوي هذا المريض ويتم إن شاء الله شفاء التام هل الكيماوي أثر على الإنجاب لا نعرف لازم يسوون تحاليل بعد انتهاء الكيماوي لأن بعد الكيماوي في سنتين يأخذون علاجات حبوب يسمونها الـ maintenance treatment بعد انتهاء هذا كله يتم فحص المريض ويتأكد أنه هل عنده قدر الإنجاب أو لا بس ما في شيء يمنع أن ينجب عقومة خلص العلاج الدكتور آمنة بس سؤال وين دور الطب النووي في تشخيص أو علاج أمراض اللمفومة أو أمراض الدم اللمفوي هل لا دور ولا ما يقدر يعالج هالنوع من أمراض السرطانات الطب النووي العلاج النووي نفسه هل لا دور إشعاعي وكيماوي الطب النووي هل لا دور في علاج الأمراض اللمفاوية الـ PET scan اللي نسوي نحن للتشخيص يكون من طريقة الأشعاع النووي هل زراعة النخاء لكل الأمراض مثل السكري وغيرها هذا قيد الدراسة محمود من ضمن المو نخاء قصد الخلايا الجذعية لا يقول زراعة النخاء لا مو بالنخاء زراعة النخاء لأمراض الدم أمراض الدم فقط الخلايا الجذعية هو قصدها اللي عليها دراسة عشان يأخذون خلايا جذعية سووا منها بنك رياس أو خلايا منتجة أنا فكرة هي اللي سألت كم عمرت هي اللي سألت؟ لا أريد أن أريد أن أريد أن أريد لا أريد أن أريد أن أريد أن أريد لماذا في مستشفيات الدولة لا توجد عمليات زرع النخاء تقول الدكتور آل حيل ذكر لجسم الحين لحبا هو العلاقة بسرطان الأمعاء مو سرطان الغلد المفاوية سرطانات الخلايا اللي تسوي الهرمونات اللي في الأمعاء فيسوين هذا التحديد شو سؤال كان حبيت أستفسر يخص نوع من أنواع السرطانات هو يعني سرطان الأمعاء طيب حمود محضر خير إزاعت الله خير يا دكتورة آمنة المهيري خصائي أمراض الدم بمستشفد بينا نحن شاكرين لك هذا التواجد وما شاء الله عليك يعني دائما ما تكونين إضافة لهذا البرنامج والحلو أن أنت ما أخذ على إيقاع البرنامج تتجاوب ما شاء الله بسرعة وتأخذ على هذا الإيقاع لأننا عارف بعض من قبل عشان تشير صح إن شاء الله معرفت خير إزاعت الله خير دكتورة ما قصرتي ونتمنى لكم توفيق ووايد فخوري بوجود طباء أو طبيبات إماراتيات في مختلف المجالات طب الأسرة عندنا وايد ما نبغي بس إن ما شاء الله عندنا خصائر غطيهم الخير والله محتاجينهم بدونهم ما يمشل أشكر لا فضفوك لا بس إن في تخصصات مثل هذه لا والله إن أفخر شكرا لك يا دكتورة العافو مشكورين ودكتورة نده هلا محمود ما تحتاجوني خاصة الأحد أنا غيام ها ما تحتاجون طب الأسرة لا قلنا عندنا وايد يعني ها عندنا وايد إتا عديتهم لا تحسد ما في وايد والله لا تحسدهم أحسب لك النسبة مالة الهيئة كم طب الأسرة وكما عندنا في التخصصات الثانية زين زين فيه فيه نسب عارية جدا لكن نحن شو نقول هم مهمين أصلا أنتو خط الدفاع الأول حين حين ها شفتي كير سين سين أنت ما تخليني أكمل كلامي أنا ما خلتك ألا ما قلت غيام لا 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 يعني كل التخصصات مهمة كلهم فيهم خير والبركة وكلهم لخدمة المطن والناس وإحنا في النهاية رسالتنا إنسانية طبيب دائما رسالتنا إنسانية إحنا يعني ما تقول نستلم ورعتبنا آخر شيء لخدمة الناس فكل تخصص في الطب مهما كان كبير أو صغير هو لخدمتكم في الأول وفي الأخير شكرا لك أعطيك العافية ما قصرت يا دكتورة وشكرا لكم لدكتورة ندى تمييز طب الأسرة يا السلام أشكر فنكم شو؟ أشكر فنكم شكرا لك دكتورة عموما شكرا لك أيمن سرحي ومخرجنا المتميز دائما وطبعا أيمن يعيبني أنه دائما يعطي بعد إضافة وأسئلة يعطينا تي ملاحظات وكلام ويشارك معانا في الحوار يعني أيمن يعطيك ألف عافية بس عيسى سبيل أحسن عيسى سبيل نمبر ون نمبر ون وهو نمبر تو يعني الحين استواني نمبر ون مكرر شكرا لك يا ميرا لغتلي ما قصرتي وإجازة سعيدة نتمناها لكم إن شاء الله وسامحونا على القصور سامحونا على الإطالة نشوفكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم فحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر